انت عايز تقول حاجة في المؤتمر الصحفي حاجة وقفت عندها تاني في المؤتمر الصحفي غير قصة مانشستر سيتي دي؟ ان هو عايض برضو يعني هو بيتكلم يعني طبعا كل يعني ربنا يشفي له والدته وكل حاجة لكن في نفس الوقت هو انت ما افتخرتش والدتك الا بعد الهدف اللي اتلقى يعني انت ما جبت الهدف افتخرت والدتك بص انا معاك ان فينا واحد انسانية كتير جدا طبعا والضغط ها كبير بص الدغط دي انت اللي ضغط نفسك مين ضغطه خلي بالك من وقت ما جزة مالك انا شايف معلوش دغوطات خلصة الى السنة دي ليه لان السنة اللي فات هو كان جاي على ظروف صعبة جدا فمحدش تكلم معي انا اقصد انه انت بس انا بتبقى عاد في الملعب مكتب ومبرها عدية جدا انه ما بتدغط مش تطعي يعني دموها مش تنزل بس في شخص تاني عاطفي اكتر دموها بتنزل ما تشتغلش في مكان عام انت النهاردة وارد وانت طالع في التلفزيون واحد يقول كلمة وعشر يقوله كلمة مما تعجبكش مش معنى كده ان لازم استحمل الضغوط انا في ناد الزمالك انا في ناد كبير ان انا النهاردة بعيط في تاني مطش في الدوري اما هلأعمل باية السنة لو انا عايز اكمل خلي الناوحي الانسانية على جنب انا بكلمك عملي انا النهاردة العيب في الملعب والمدرب بتاعي بعد ما جبت هدف في المقولين العرب في تاني مبارا في الدوري ولا مبارا بطولة ولا اي حاجة خلص بعيط وانا لسة ببدأ المشوار طب ايش شعور اللي هتنقلنه لا في الملعب انا دايما بقول كلمة شخصية المدرب اللي على الخط هي هتلاقيل شخصية اللعيب المدرب ده لو عايز يكسب وعنده حماس هتلاق اللعيبة بتعمل تكالنج في الملعب وبتلعب دايما على المكسب المدرب لو جبانو باللعب على التعادل هتلاقي اللعبة في الملعب بتلعب على التعادل هي شخصية المدرب بتتنقل للعيبة صح فأنا النهاردة المدرب بتاعلم ما يعيط انت شغل في مكان عام انا اشتغلت في الندر المصري في وقت مدير كورة انا عايز اقول لك كنت بقابل انتقادات كتير جدا ويمكن ناس كتير اجمعت على انتقادات علي لكن ما عيطش انا اشتغل في مكان عام وانا قبلت اللي انا اشتغل في مكان عام وارد الاكويس وارد ما ننجحش وارد تنجح وارد ما تنجحش لكن في نفس الوقت انت شغال في مكان عام لازم تقبل النقد وحنا بنتكلم لسه في تاني ماتش في الدوري فلسه بدري قوي انت إيه بتصدره لعيبتك دي رقم رقم واحد